اشتركوا في القناة تحت رعاية والدها احترفت نادين لعبة تنس الطاولة منذ صغرها متخذة من أفراد أسرتها قدوة في هذه الرياضة المحببة لهم وتطورت في أدائها ومنافستها حتى وصلت لحصد العديد من الميداليات محليا ودوليا نادين الدولتلي نجحت في تمثيل مصر في دورتي ألعاب أولمبية في 2012 و2016 وتأمل في تحقيق المزيد من المشاركات الدولية وحصد الميداليات العالمية خلال مسيرتها تووجت نادين مؤخرا مع فريقها بالقلعة الحمراء بلقب بطولة الدوري بعد الفوز في الدورة المجمعة الثانية معربة عن سعادتها للفوز والظفر باللقب عن جدارة واستحقاق رغم صعوبة المنافسة مع باقي الفرق نادين الدولتلي ضمن عناصر الأهل المميزة التي استطعنا تشكيل قوام منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة والمنافسة بقوة وتحقيق طموحات وإنجازات عديدة على المستوى المحلي والدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صباح الفل صباح الفل من وراءنا سؤالة جدا موجود لكيندين وعندنا كده معلومة العيلة عندك بالكامل بتمارس نفس البياضة كلكم مختلفين طب انتي بداية الجابت ازاي؟ لمجرد ان بقيت العيلة بيلعبوا البياضة دي؟ فانت بطبيعة الحال دخلت انت كمان فيها ولا هي استهوتك فعلا؟ هو اكيد الاثنين لان طبعا هو بابايا ومانتي بابا احمد دولتلي ده مدرب منتخب مصر ومنتخبات كبيرة وكمان خبير اتحاد الدول اللي تنستولى ومانتي كمان كان بطالة افريقيا وبعدين اكوية محمد دولتلي برده كمنتخب مصر وابتي كمان زينت دولتلي برده منتخب مصر فهو طبيعي ان انا وانا صغيرة عايز اعمل زيهم يعني عايز اطلع عمل زي اكوتي هم مجرد لعب والرياضة دي او بمسوعة منتخبات افريقيا فطبيعي وانا صغيرة ما هو بتاخدني البطولات رايح جايب فده حاجة قدام عيني يعني على طول حاولوا معي ان انا لعب رياضات تانية بس رجع هم اللي حاولوا معي عشان ما كانوش عايزين ان هو يبقى حاجة يعني متورثة يعني او من يجر ما يدوني فورستي في حاجة تانية اختار يعني فطبعا سباحة اكيد حاولوا معي ان يدوني رياضات تانية بس انا كنت رفضة رفض فضيع وبدأت لما لعب بقى حبيتها طبعا وبقت ادمان بقيتك نادي الاهلي وبطولات مع النادي الاهلي بس النادي الاهلي فعلا في تانية الطاولة كمان متميز جدا يعني حتى على مرور الاجيال احنا كان معنا في اول حلقة في البرنامج لو انت فاكر هانا جودة هانا برضو من الاسامي الوعادة جدا ويعني حاجة فعلا مشرفة اكيد فخلينا نرجع معاك لبقى برضو بدايتك قلت لنا في النادي الاهلي ولكن ازاي خطوات مشت ما صرت هنا اضحي البطولات كمان مع النادي الاهلي ان ده مهمة جدا هو انا بدأت خالص في مدرسة الاهلي معكة المسعد هو اول واحد وقفني على الترابيزة وهو لحد الوقتي ورده هو المسؤول عن سبع سنين وبس بعد كده بقى بدأت ااخد واحدة واحدة لحد ما بقيت اتنشر سنة تحت البيه وبعد كده الف وبعدين بدأ انا بقى مقش بطولات وكده فطبعا يعني انا طريقي يعني ما كانش من بدري وانا باخد اول وكده لانا عدت اتنشر وقمستاشر تاني تالت وبعد كده بدأت في اخر سنة خمستاشر ان انا اكد اول افريقيا 18 اول افريقيا وصيدات وكده بس هي يعني مشوار طويل جدا وبطولات افريقيا كتير وخسارة كتير ومكسب كتير فهو الموضوع مش سهل ويعني الابس ان داونس فيه عالية جدا لان التنس طولة لعبة يعني اصعب ما فيها الاول العقلية والنفسية اكتر ما هي عضلات وكده طبعا الجزء الفتنس في التنس طولة عالي جدا بس الاكتر منه بحس انها لعبة قوة عقلية يعني والرفلاكسة اظن يعني تكرة ان يبقى عندك سرعة رد فعل وخصوصا ان الكرة ما بتلحقش يعني لو انت بتلعب حد بغيبت على مزاجك كده كده الكرة ما بتلحقش عايزة سرعة رد فعل وعايزة الى حد نجيل برضو ثبات متعالي ده اكيد مش كده برضو ايه تاني متطلبات الرياضة دي؟ اولا هي يستحسن انها تبدأ من بدري لان زي ما هيك قلت سرعة رد الفعل دي صعب اوي انك تنميها في العيب وهو كبير بس هي قابلة للتنمية لو سين صغيرة؟ اوي بس لازم يكون هو عنده برضو القابلية للتنمية دي فلازم ان هو صغير بلاس ان هو في الفتنس طبعا فيه جزء رد فعل الحد نهاردة بتمرنه لازم يبقى بسرعة رد فعل مين لي يعني وفتنس ان تخليني جسمي قادر ان انا استجيب مع يعني انا خدت بالي من حاجة جسمي يقدر ان انا اروح لها بسرعة كور ورجلين وطبعا دراعات وكلام ده كله ده مهم جدا زي ما حيك قلت اسابات الانفعالي ده من اهم الحاجات التنس طولة لان الفرق ما بين النقطة والتانية مفيش طبعا فانك كسبت البونت لازم تنزل بسرعة ترجع الرادي تاني ولو خسرت لازم تتعلي بسرعة او علشان ارجع تانين هنا فبيحصل يعني مشاعر كتير جدا في وسط الجيم وهو جيم حداشر نقطة برضو صغير جدا وما بين الجيم والجيم دي اواحدة بس بريك مع الكوتش فالموضوع سريع جدا فلازم يبقى انت دايما عقلك جاهز تستوعب وتريكوفر من كل كل كلام ده كله وترجع دايما رادي انك تقدر تلعب تاني كل بونت فبنزلين يعني السؤال شوية يعني عام دلالتي الرياضات اللي بتعتمد على اليد عندنا مثلا تانس عايزي تانس طاولة وسكواش يعني مين اللي خلين نركز في تاياتة دول يعني ايه الفرق في فكرة هنا مش طبعا مش الفرق فرق يعني اه يعني اكيد كل اللعبة لها رولز معروفة بس ايه الفرق ما بين هنا وهنا وهنا اه وايه اصعبهم يعني برضو لو هنقارن بين التاياتة دول بسي انا مقدرش اقول حاجة اصعب من التانية هو انا بحست ان التنس طاولة اصعب حاجة فيها زي ما انا قلت ام اصر الماتش وان الجيم سريع جدا دا انا بحس في التانس لا فيه وقت الكرة رايحة ورجعه وبيريحه يعني في بس الفرق مثلا اه 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 اكتر حاجة اكيد بعد كده يينى التانس كبان ببعه وقعاAAAA بالنفس مسلا في التانس اهم بكتير من التانس طاولة ايح او مش محتاجیني النفس العالي دا اوي كده او العضلات التويلة اللي تخلينا نروح ونيجي يعني كل واحد عنده اه حاجات اصعب من التانية بس انا بالنسبة ايء طبعا ما كانت تانس طاولة انا بحس انها فعلا اصعب حاجة فيها المنتل اي carb imaginary صي انت اعرف لعبي سكواش وتانس ولا مالهاش علاقة هانا انا معرفتش خالص يعني الجد مالهاش علاقة انا معليش خوصي على تانس سكواش بحيب بلعب وبصراحة ايه منلعب كده يعني تعرف دايما نسمعها يعني انا مثلا انا جربت لعب سكواش ماردين في حياتي وفشلت بس بس اكت بلعب تانس ففعلا ليه بقى ومعرفش برضو الاجابة نلعب تانس منعرفش نلعب سكواش والعكس صحيح او ما ما هي دي بقى ما هي دي النقطة السنس مختلف تماما يعني السكواش والتانس الايد بتتحرك كلها ما بقاش فيه هنا حركة جمدة قوي تانس طولة حركة المضرب نفسها مختلفة في التانس عن السكواش مسكيتك للمضرب تماما القوار اللي بتاحته حاجات زي كده لب احنا فين بقى على مستوى العالم في التانس الطولة وخصوصا الواحد بيقعد حتى كل فترة كده الواحد بيكابل بشوية فيديوهات خصوصا لعبين والعبات من اسيا من اسيا اكيد ايه ده اه 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 مختلفين طبعا اه 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 اقولوا حقيقة على حاجة احنا انا شايفة ان احنا يعني بنتحسن جدا 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 اه على مسلا مدار عشر سنين اللي فاتوا يعني بنقرب من المستويات الاسوائية يعني الى حد بس هم هو مش بس ستايل هو فكرة اللايف ستايل لو نقدر نقولها كده لان هم بيبدأوا من هم عندهم اربع خمس سنين في مدرسة التانس طولة جزء من المدرسة يعني جزء من اليوم تنس طولة تمرين في المدرسة ساعتين زائد ان هما لما بيوصلوا لسبعتاشر سنين قلصوا مدرسة مثلا مفيش جامعة هم تنبونج لحد ما يخلصوا الطريق بتاعهم وبعد كده يخشوا الجامعة يعني مثلا زان جيني يخلصوا وبعد كده يخش الجامعة علشان تركيزه كله يبقى ما معنى الرياضة دي لأ مش رياضة بس دي كل الرياضات التانية كل الرياضات التانية كل المحترفين السينيين واليابانيين والاسيا بالذات مش اوروبا بيقصصوا الرياضة بتاعتهم اهم حاجة وبعد ما يخلصوا يوصلوا اعلى حاجة فيهم ساعتها بقى يفضوا بقى للعيلة يعملوا عيلة يروحوا الجامعة للكلام ده كله لا عندها خمسة وتلاتين بس يعني هما السينيين كمان بالذات بيخلصوا مجالهم مسلا سبعة وعشرين ثبانية وعشرين بيكونوا خلاص ابطال اولمبيين عملوا كل حاجة مفيش مدليات تانية تتجاب فخلاص بياخدوا بقى بيقعدوهم وياخدوا يجيل اللي بعد ذلك يبقى النقطة انت بتتكلمي فيها فكرة مهمة جدا يبقى القصة مش بقصة انا ما عنديش امكانيات او ما عنديش مثلا الكوادر انا عندي الاتنين ولكن يمكن اللايفستايل بتاعنا التعليم مع الرياضة لسه طبعا ما حصلش بينهم الدامجة حقيقي ان انت تخلي ده مسلا شيء اه او يعني اجباري في المدارس او ده اللي انتحانات تؤجل علشان مسلا الابطال يعني دي يمكن هتفرق بشكل كبير لطبقة حندرسة ده اكيد لان يعني انا عانيت طبعا مع المدرسة وفي الجامعة انا خارجة هندسة بايدو وي الموضوع كان صعب جدا ان انا عارف وشبه مشتحيل ان انا اقول لماما وبابا لأ انا هاجل الجامعة خمس سنين وبعد كده ارجع احبش الجامعة الاهالي فيه شاشة مع شهادتك وبعد يعملوا اللي انتوا عايزينه حتى لو لو ماما وبابا وافقوا مش عارف اشتغل صح اروح لأي حد يشغلن يقول لهم عليش اصلا كنت بلع في المنتاج يعني بتاعتنا ما تسمحش ان حد يقدر يعمل كده بالضبط والمدرسة كمان معلش انا عندي بس بتوت افريقيا وهارجع تاني لأ هو في امتحاد ده مهم فالحتة دي طبعا في مصر انا متأكدة انها مأثرة على كل اللاعب المحترفين مش بس تنستولى لانه يعني الموضوع صعب فعلا حقيقي صعب جير لو كان بالصدفة مسلا اللاعب من دول او اللاعبها من دول فجامعة عندها فكرة المنح ونستولى الشيبس ممكن تبقى فيه مساحة انها تنتخلية تفرج للرياضة اللي هو متفوق فيها مش مجرد دي ماليسة ده حقيقي انا انا خرجت الاكاديمية البحرية وهم بصراحة يعني عملوا اقصى حاجة يقدروا عليها ان هم يسندوني اه ان انا اه اعويل الاتنين يعني هو الاكاديمية برضو فيها اه منتخال اللاعبات منتخبات كتير لان هم فعلا معروفين ان هم بيسندوا الرياضيين المحترفين جامد يعني بس اللولاي هم مكنتش عارفة يعني خرجت هندسة طب من حسن الخز بقى اكيد او الحمد الله بنجبه دايما احنا بنحب نعرف لايف ستايل الرياضيين او الابطال لعله وعسى يعني نلتزم شوية بالفطار اللي احنا طلبينه بعد الحلقة مستغلين طعمية وعلى كين جارب تكاليبي فيها ستة كورتش شفافية مع الناس بس مش اتدخل طولي. اللايف ستايل دايما الرياضي بيقى صحي اكل معين حتى في الاجازات اللي ما فيهاش تدريب او بطولات بس يعني او لازم يبقى فيه التزاب. حتى وانت صغيرة في المدارس لازم يكون فيه برضو فكرة ان انا ما بشتريش شوكولاتات ما باكلش زي صحابي فاكيد يعني كان فيه فيها صح? اكيد بس هو تعود. بس انا باكل عادي يعني باكل عادي بس بس ما يبقاش كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. عجيب اول واحد. بس بس. وحنا كنا فيهاين حاجة. تاكل عادي ازاي? لا طوى يعني اكيد مش لدرجة الحرمان يعني اه. لايش انت عارفة فيه اتباط شرطي كده زهنيا عن بكل الناس ان اللي بيمارس رياضة وبصفة خاصة اللي بتفوق في رياضة معينة من ضمن تفاصيل حياتي ان هو بيتبع نظام غزائي معين. ده اكيد. ما يفعش وزن يزيد عن. ده اكيد. معين. تمام. ده كل ده حقيقيه ولازم يتبع علشان اعرف اقدم اللي انا اه اه. هيفرق بالكيرفون. يعني الزيادة الوز ممكن او اكل مش صحي ممكن يفرق. بس هو مش برضو مش لدرجة الحرمان يعني. وبالنسبة لتانس الطاولة يمكن مش للدرجة. لا 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 اقير يا وضع على فكرة هو لو انا مسلا يعني ملتزمة جدا في التمرين والكارديو بتاعي مزبوط والجيم بتاعي مزبوط والفيتنس بتاعي مزبوط. اولا مسلا يعني لو في حاجة نفسي برضو هاكلها على الفكرة ده حاجة حتى في القرية الاولمبية في اولمبيات ريو. عايزي كان فيه ديزيرت سكشن وكل الناس وقف ابتاكل وكان فيه مكدونالز جوه القرية الاولمبية. وده يعني ايبن. عايزين نروح على القرية اصحام. والله اصحام من المطعم الطبيعي. يعني اوكي بس هو ببالنس. اهم حاجة البالنس. بالمناسبة بالتكلم عن التمرين. طبيعة التمرينات في تنس الطاولة بكون معتمدة اكتر على اه حاجات سرعة رد الفعل والنوع ده من الامور ولا فيه جانب برضو بدني. دا اكيد بدني. هو الاتنين. الاتنين مع بعض. اه البدني مهم جدا علشان اول حاجة التجنب من الاصابات لان احنا حركتنا سريعة. اه. لو جسمي مش جاهز ان انا اتحرك حركة سريعة ممكن يحصل اصابة. يعني معنا كده ممكن يبقى فيه من من اصابات المعكدة في تنس الطاولة المفاصل مثلا عشان بتحملي على الركب. انا عامل عملية في رجبتي. اه اه اوكي قالت السلام. اه لا. المفاصل فعلا بقى. المفاصل خطيرة يعني هو اكتر حاجة معروفة الرجبة الشمال والكتف اليمين. لو حد ايمن. اللي هم اللي بتحملي. العكس بالزبط. اه. ولو حد اشوال اكيد اليد الشمال والرجبة اليمين. اه لازم اليقى البدانية تبقى عالية عشان زي ما اقول حقيقة الحركة السريعة دي ما بقاش فيه مازق ما بقاش فيه قطع في الاربطة او كده. ده اكيد رقم واحد. رقم اثنين لازم التمرينة تنس طولة يبقى طبعا آآ بصفة مستمرة على طول موجودة علشان الواحد يتجنب الاخطاء اللي مش آآ اللي هي مش مقصودة. يعني لازم خلاص الكورة هنا لازم هلعبها مش هقع فيها عشان آآ يعني اقدر انفز الخطة اللي في بالي. ما قدرش ان انا اقع في حاجة بتاعتي انا. بس فهو ميكس ما بين الاتنين يعني آآ ودي حاجة الفكرة لناس كتير بتقلل منها لو تنس طولة ينش محتاجين تروح الجيم اصلا دي كورة ادي كده بس لا بالعكس احنا تمريننا لا بنروح الجيم وبنجري وكارديو ومصل كله يعني وكور طبعا مهم جدا. دي لما بطل رياضي يكون خارج من بيت زي ما انتي قلتي في يعني ابو ام اصلا قطر يا دين والعيلة او معظم الكلوس فاملي يعني. دي بتفرق جدا مع اللعب صح? ونفس الوقت اتعلمتي ايه? يعني اكيد حضرتي اهلك ممكن وهم بيحكولك عن خسارة حصلت بالفكتولة ما موقف حصل. كان في مثلا وقتها احساس احنا بشرة في الوقت اكيد. ممكن تبي داخل على قطولة نفسان انتي اصلا مش جاهزة بدانية ممكن تبي جاهزة نفسان. اتعلمتي من تجارب اهلك ما اكيد هم الا انا اكيد اكيد ازاي من نا دلوقتي اولا اخدت كل الدروس المستفادة من من بابا وماما واخواتي يعني كل الغلطات اللي غلطتوها قلوان عشان ما اغلطهشف فيا انا في الاخر التجربة اللي نجحت اااااا بس ااااا تو Jonesي هم من غيرهم يعني والذات بالكتابع يعني عارفين انا احسها بايه قبل كل طولة بياخدوا بالهم انا حالتي النفسية كويسة مش كويسة بيشجعوني وقت ما يشجعوني يزعقولي لو انا ريحت شوية طبعا بقى بعد انا جوزته وخلفته الوقت عندي ببنتي فهم لو هم مش متفاهمين الحاجات اللي انا محتاجاها في الوقت الصعب اللي انا في ده ما كنتش عارف يعني ما قدرش مثلا لو حد مش فاهم يعني يا رياضة مامو معلش هسيب لك مثلا بنتي عشان هروح الجيم وبعد كده هطلع على التمرين لا هي فهمة لا هي فهمة هي فهمة ان انا عندي شغل صبح لا هي بطلة افريقية هي فهمة يعني ايه ان انا محتاجة اروح الشغل الصبح وهرجع هنام ساعة وهروح التمرين وهروح الفتنس لولا ان هم فاهمين ومن غير اي مجهود ميني ان انا افهمهم او اشرح لهم الموضوع وجوزك نفس القصة بطل مصر برضو منتخف احسن حاجة يبقى اتنين فعلا ايه توقعت كده بطل مصر يعني قبل كده ما كانش هيرضى بالامر يعني مش حيبة بشكل ان هو مش مستوعب ممكن او فهم او مش فاهم بالزبط بس فلا انا طبعا بعتبر نفسي محظوظة جدا يعني بين عيلتي وكمان عيلتي برضو اه جوزي واختي جوزي برضو واخوه جوزي كلهم يعني كلهم يعني احمد احمد عبدالباري منتخف مصر محمد عبدالباري برضو كان العيد بالنازي الاهلي منتخف مصر طبعا طبعا اسماره فيعني موضوع سهل جدا ان احنا بكنا نتكلم نفس اللغة يعني اكيد اكيد نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي وساعدنا جدا وتشرفنا موجودك معنا يا نبيل شكرا لك كل التوفيق دايما كده اسم الاهلي يعني في العائل بازن الله ان شاء الله هنروح فاصل واكيد هنرجع للفقرة الاخيرة واكيد يعني الفقرة لن تخلو من الحديث عن ما هو قادم من نسبة الاهلي والمباراة القادمة مع كتن عادل تعيمة نجم الاهلي السابق